استخدام ابن كايدو لنفس تقنية كايدو ريمي هاكي هل تعني توارثه للهاكي؟ هل تعني تقليد نفس الأسلوب القتالي؟ هل هي رسالة موجهة القوة لا يمكن دحرها إلا بالقوة؟ كل هذا راح نكتشف في هذه الحلقة مع بعض خلو نبدأ فريق الإثارة والمتعة والتشوير نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لكم في حلقة انطباع لأنمي وانبيس الحلقة 990 ويعتذل منكم محمد على عدم قدور وستطاعته على الظهور في هذه الحلقة لضربه الخاصة وما نطول عليكم خلونا نبدأ في هذه الحلقة بداية نتكلم عن اقتباس المانغا المانغا كانت الفصل 983 المانغا الشابتر كان عبارة عن 17 صفحة الأنمي اقتبس الصفحة 7 إلى 17 يعني من 1 إلى 7 لم تظهر إلى الآن في هذه الحلقة فانتبه لأنك حيب ترى تشوف المانغا ممكن ينحرق عليك أول الصفحات لأنه لم تظهر في هذه الحلقة فأكيد أنه ستظهر في الحلقات القادمة طبعا بتكلم في الجانب السلبي الجانب السلبي للأسف للأسف الحلقة من بدايتها إلى 6 دقائق من بداية الحلقة كانت عبارة عن مشاهد سابقة وبعدها دقيقة واحدة بعدين فلاشباك لمشهد أولتي وبيجي اللي هو كان في الأسبوع الماضي فكان دقيقة كاملة لأسف 7 دقائق من الحلقة ذهبت فقط في فلاشباك أما بقية الحلقة ما أعتبرها تمطيط قد ما هي تفسير الأحداث يعني احنا عارفين في المانغا فريم واحد يتحول لكن في الأنمي لابد إخراج التحول كاملا كيف تحول الأرجل والأيادي والأزرع نتكلم بداية طبعاً ظهور يوستسكد وكيلر وقتالهم صراحة أنا شايفة الاستوديو قاعد يركز بشكل كبير على يوستسكد وكيلر وفعلاً قاعد يوصلنا المشاعر لبينهم كأننا نشوف لوفي وزورو في طاقم آخر صراحة أن الثقة المتبادلة بينهم والقتال يقول له يقول له يوكلر يقول له أنت قاعد الاقتحام من الأمام مباشرة هذا شي صعب علينا قل له طالما أنت تحمي ظهري راح نقدر نسأ هذا الشيء ويضحك كيلر ويكملون قتالات طبعاً يعني ما أنا بنتكلم عن قدرة يوستسكد اللي هي ريبل تنافر طالما أنت ماسك أي معدن يستطيعه إن يتحكم فيك طالما أنت ما زلت ماسك هذا المعدن يعني أنا مطير أتبع كائده لأنهم ماسكين السيوف لو تركوا السيوف ممكن كان يقدر يطعنهم بهذا السيوف فما تقدر تسوي شيء قدام صراحة بالمعادن وتقنية كيلر الأسطورية صراحة لما انحرك النصرين بسرعة كبيرة وكأنها شفرات سريعة كأنك فعلاً قاعد تقاتل شيء مرة سريع يعني ما بيقول زي المنشار الكهربائي اللي يدور ويقطع الأشجار فهذا شيء حاج جداً بسبب سرعته قطعه يسير جداً سريع وفخام صراحة في قتاله تقل من المشهد بعده على مشهد سقوط أولتي وبيجي ون أو بيجي ون وأولتي أمام لوفي وتسأله من أنت ويقول لها من أنت هنا طبعاً تقول له يعطيني مثل من أي فاصيل من قائدك وتابع لما أنه هنا يقول لها بيجي ون إنه هذا من المتسللين فيصير بينهم أول كلاش وتقفز أولتي وتعطيه نطحة أسطورية بالهاكي وهنا كانت الصدمة أنه لوفي يعرف أنها بتنطحوا ورغم ذلك صلى برأسه وأيضاً في النطحة تفوقت أولتي على لوفي بحيث أنها أسقطت وأرضاً نعلم جميعاً أنه هذا ليست قدرة لوفي الكامنة لوفي كان مستهيم فيهم وذكر ذلك قال أنها قد استهنت بهم أي بمعنى أنه لوفي لو كان حاباً بيسقطها في النطحة كان قاد على استخدام مزيد من الهاكي وقوة أكبر بحيث أنه يتفوق في هذا النطحة في كثير في هذا المشهد صار لبس عليهم ما كانت واضحاً مرة في المانجا في ناس يقول لك السقطة في الحفر علي إضافة من الستيديو ليست إضافة من الستيديو موجودة حتى في المانجا ولكن لم يظهر الكاتب بالشكل كبير الأثار حقة الاستدامة موجودة كسر الأرضية موجودة وبعد تحولهم يمسألهم التابع أنتوا ليش تحولته أكيد هذا ما تنفرم وراسه تحطم تقول له إذن الهاكي لا استشعره هذا المين اللي هو نفس المشهد أنه أصلاً ما كان قدامهم كان ساقط في الأسفل واستشعروا الهاكي حقلوا في الغضب وهو ساقط في الأرض هنا أول تحول لأولتي كان نصف بشري ونصف حيوان ما أعرف هل هذا تحول الهجين أم أنه هذا تحول فريد لأنه إحنا زي ما نعرف إن فكهة الزولة ثلاث تحولات حيوان كامل بشري كامل وهجين نصف حيوان ونصف بشري الوحيد اللي شفنا له طور الرابع هو روبلوتشي كان عنده طور الفهد الكامل وطور الهجين العادي وكان هجين ضخم وفي واحد أنحف منه اللي يعوض القوة بالسرعة والطور العادي هو البشري فكان هو الوحيد اللي ظهر لنا بأربع تحولات ما نعرف هل أولتي لها نفس القدرة أم لا بعدها بدأ القتال ما بينهم شفنا تنبؤ ستوري ما بين الاثنين كان كله قاعد يتفادى وهجم لوفي بطريقة غريبة حتى أنا صدمت فيها إنه هجم كان يبقس قوم وقومونو وفرد يدوين فرد يدو أنا استغراء بقيت باستخدم ريو فعلا يعني صدمني حتى أولتين صدمت لكن لوفي بس كان هذا تشتيت انتباب علينا قافز فوقها ومسكها مع قرونا وضربها وأرداها في الأرض طبعا جاء بيجي وان يحاول يدافع عنها لوفي استطاع راكل واستخدام بسدس الفيل فلاف الكشي قد يقول فيل ضد ديناصور من المنتصر طبعا الفيل هبوا بواحد وسقط طبعا بعدها هنا غضبت أولتي وتحولت إلى ديناصور كامل مع احترامي يعني مع حبي العالماء الديناصورات وهذه الأيثار والأشياء القديمة ولكن شكل ديناصور أحبل لكن رغم قوتها صراحة كانت ماسكة لوفي وتمقغط فيه فعلا تسمع كأنك ماسك بلونة وقاعد تضغط فيها لو في مطاطة فكأنك فعلا قاعد تكبس في مطاط أو في بلونة نفس الصوت قاعد يطلع هنا قالت بعطيك نطحة وشفنا تأثير حاكي وسطوري وكأنه في كهرباء أو رعد بيجي في رأس لوفي هنا لوفي قال لن أسمح لك جير فورس كان ناوي يتحول على جير فورس وما هي إلا لحظة ولوفي انتبه لشيء تيك هاكي المستقبل تكلم عن هاكي المستقبل اللي لوفي في البداية كان كل ما يستخدمه عيونه تولي حمرة حاليا لوفي قاعد يستشعر ويستخدمه بدون ما يصير فيه أي تأثير فهذه الحلقة أنا صراحة أصفق لهم وأحييهم على تركيزهم على الهاكي بشكل أسطوري استشعر لوفي شيء ما وألغى بطل ما تحول وهنا فجأة نرى شخص يقفز ويستخدم ريمي هاكي بوف ويوجه أولتي وسقوط أولتي على طول احنا عارفين من الحلقات اللي راحت انه كان في تلميح ابن كايدو وظهر هذا الشخص المقنع ويكسر في حجاره فأكيد انه في كثير منكم سوى لينك انه هذا هو ابن كايدو فهنا جاء سأل لوفي سؤال هل أنت قبعة تقش لوفي؟ قال إيوه طهرت عليه سعادة على محياة ما تعرف إيش سبب هذه السعادة؟ خطف لوفي وحط رجله قال لوفي لا تخف لن أعديك أو لا داعي للخوف مني لما راح أعديك في المانجا كان فريم في فريم على طول رد لوفي قال له أعرف ذلك فإحنا كنا نقول إنه هذا هاكي استشعار المشاعر إنه ما في أي مشاعر نية أذى الاتجاه لوفي فبالتالي لوفي يحس بذلك وعارف إنه ما راح يعديه في الإنمي بيسبد إنه الجري الطويل شوية ما أدري هل هو كان نوعا ما من التنطيط أما إنه كان فعلا لوفي كان يستشعر هذا الشيء في هذه الفترة بعدين قال له أعرف لا يبدو أنك تنوي على إذاهي فما عادر صراحة بس إحنا كنا في المانجا نقول إنه في فريم بعد وفريم عرضه كنا نقول هذا هاكي مشاعر هذا لوفي استشعر إنه ما في أي نية أذى من هذا الشخص قادم لي بداية إنه بغني أعرف يامته ابن كايده طبعا ما بأتكلم لكم على الصدمة اللي ظهرت على لوفي إنه المنقل له أنا ابن كايده طبعا أبن كايده جاي طارب حلفاك وشايلني أنا تقول لي مراحلة ديك شو الموضوع نتكلم عن كلام يامته أخوي يقول له لوفي أنا كنت أنتظرك منذ مدة طويلة ما عارف صراحة قد إيش هذه المدة اللي كان ينتظرها إيش منتظر من لوفي لماذا لوفي بالذات لماذا لوفي بالتحديد ماذا يعرف ابن كايده عن لوفي أيضا لا ننسى شغلتين سواها الأستوديو شيء أسطوري القتال ما بين أولتي ولوفي كان الرسم فيه جبار الأست من دخول يامته إلى نهاية الحلقة الأست كان جبار ورائع وفي مشهد لي يوستس كيد وكيلر أيضا كان الأست جبار صراحة مبدعين في ناحية الأستات بداية المشهد حق لوفي وأولتي كان للأسف الرسم فيه شوي لك عليه وأيضا لا ننسى أن نتكلم عن هاكي بي جي وان وأولتي واستيعابهم لغضب لوفي واستعدادهم للقتال مسألة التابعة أنتوا إيش بكم تحولتوا تقولون بكل بساطة لأننا اعترفنا أننا خصمنا مرة قوي في وقت وعزة الاستدامة بين لوفي وأولتي ظهر تأثير الهاكي الملك ولكن هل كان تأثير من طرف واحد أم كان تأثير من طرفين ما كان واضح التأثير في الإخراج هل أولتي مستخدمة هاكي ملكي أم لا ولكن فقدان أتباع قائدوا لوعيهم محتمل أن يكون فقط هاكي لوفي ولكن الأرجح أن أولتي أيضا مستخدمة لهاكي الملكي أيضا عندما حاول لوفي لضربها من أسفل الذقن تحولت أعينها إلى اللون الأحمر واللي يتحول عادة عندما يستخدم لوفي لهاكي المستقبل فهذا يعني أيضا أن أولتي قد تكون مستخدمة لهاكي المستقبل وهنا صراحة يبين لنا قوة هذه الشخصية رغم استعباطها والهبل اللي هي قاية تظهر لنا طيب أنا أعرف أن الانطباع ما هو طويل وأعرف أني أنا لا أجزع مكان محمد لكن إن شاء الله هذا الانطباع ينول على اللهكم ولا تنسونا من وفي النهاية أقول لكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك لا تنسونا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك والشير ونشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر